بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد من برنامجكم اسأل ولا حرج كالعادة العديد طبعا من المواضيع لنترقلها لكن المرة هذه الموضوع هو عدث الساعة في هذه الرقعة من أرض الإسلام وفي هذا الفضاء من الوطن دائما هذه العبارات تحين على ما يمكن أن نعبر عنها ب أن الأرض وأن الوطن وأن الإنسان من أغلى الأشياء التي طبعا حثنا ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة على الحفاظ عليها أكيد أنكم فهمتوا الموضوع لتفاعل لتواصل معنا للاستيضاح لطرح الأسئلة والاستفسارات لإقتراح المواضيع أو لطلب الحضور في البرنامج على ذمتكم العنوان الإلكتروني اسأل التونيزيا تي في نقطة تي أن معي في تقديم البرنامج وفي الاستشارة وفي الإضافة وفي الإفادة كالعادة الدكتور إبراهيم الشايبي السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أخي زياد مرحبا بسادة الحضور الكرام نعم طبعا كما تفضلت بذكر موضوعنا اليوم هو يتعلق بالرؤية الإسلامية لهذه الظاهرة هي ليست ظاهرة إسلامية وإنما هي أصبحت ظاهرة يعني عالمية ليست لها علاقة لا بالتاريخ ولا بالجغرافية نعم هذه ظهرة الإرهاب والتطرف باسم المقدس كيف علجها الإسلام كيف نظر إليها كيف واجهها وما هي السبل يعني لتدارك ما أمكن تداركه من هذا الفهم السقيم وهذا الخلق بين تعليم الإسلام وبين الممارسات التي نراها والتي تنسب وتلف وتدثر بأغطية دينية نعم طبعا مقدمة شافية وضافية دكتور للحديث في هذا الموضوع وللحوار استضفنا مجموعة من الشباب نبدأ بتقديمهم على يميني تفضل أنيس الغزي باحث الدكتورات في الخانون الجبائي والمالية الإسلامية وإمام ختيب بجمع اليسر بالعويناء مرحبا بك أستاذ أنيس تفضل محمد المسعودي طالب سنة ثانية سمعي بصري مرحبا على شمالي أنا ودكتور تفضل أستاذة أستاذة حاكم معلوي مستشار أسرية وتربوية وأستاذة باحثة الدكتورة باحثة الدكتورة بالمعهد العالي للشريع ليوصول الدين عفوا تفضل مروة تنبين نقرأ سنة ثلثة أدب معهد باردو معهد باردو يعني بالقرب من مسرح الأحليف العليمة لمرت بهذا الوطن فيه عفوا الأسبوع الفارت هو البرنامج أسأل ولا حرج دكتور أنا نحب نسألك هل حب الوطن من الإيمان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهده حب الوطن هو من الإيمان هو ليس هذا القول حديثا أو شيء وإنما هي حقيقة نعم فإن حب الوطن من الإيمان والإيمان يعني بضع ستون أو بضع سبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق والحياء شعبة من الإيمان فإماطة الأذى عن طريق هو محافظة على السبيل وعلى الأرض وعلى المكان الذي ينتمي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى مكة المكرمة في هجرته وفاضت عيناه بالدمع يعني عندما سأل أصيل الغفاري عن حال مكة وسأله كيف تركت مكة فعندما راح يتحدث عن سهولها وعن أمرها فقال له دع القلوب تقر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فاضت عيناه وسألته السيدة عائشة فهو يعني كان تعلقه بوطنه تعلقا شديدا بل كان يتعلق صلى الله عليه وسلم بتفاصيل جغرافية على غرار الحديث الشهير الذي يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل هذا أحد جبل نحبه ويحبنا نعم عندما مر الصحابة بجبل أحد وتطيروا فرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا أحد يعني جبل نحبنا ويحبه يعني حتى الجماد يعني محترم في الإسلام كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة مطاردا صلى الله عليه وسلم قال أنك إلى الله وحب البلاد إليه ولولا أن قومك يخرجوني ما كنت خرجت فالرسول صلى الله عليه وسلم تعلق ببلاده فهناك حتى الله سبحانه وتعالى جعل مغادرة البلدان والغربة منها أمر شاق وأمر لا يحتمله وبل كان حتى من الحدود ومن التعزير أن يتم تغريبه سنتين بالنسبة لبعض الزنات أو شيء يستمفى هذا الأمر وهي عقوبة قاسية في نظر من يعتز بوطنه فهذا المسألة لم يصام لها فكل من يريد شرا بأرضه فالطيور تحلوا لأوكارها والحيوانات تحلوا لبقاعها فالإنسان الذي يريد شرا بوطنه وفاقد الوطنية وفاقد الإيمان حقيقة حتى نقول في المثل الشعبي البير اللي تشرب منه تدعيله بالبرك فما بالك هذا الوطن الذي تنعم بخيراته بلادي وأن جارت علي عزيزة وأهلي وأن ظنوا عني كرامه وقال آخر بلادي وأن جارت علي عزيزة وأن كنت أعرف فيها وأجوع فلسلمهم هذا اعتزازه ببلادي واعتزازه بوطنه أما أن يستهدف الإنسان أرضه وأن يستهدف أهلها وأن يستهدف زوارها وسياحها وضيوفها فهذا خطر كبير وأمر لابد له من وقفة متأنية ومن معالجة لفقه هؤلاء الجماعات وكيف ينظرون إلينا كيف استباحوا دمنا كيف كفروا مشائخنا وكفروا علماءنا وفقهاءنا ولم يراعوا حق صغير ولا كبير الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تعليمه واضحة حتى في الحروب وابو بكر الصديق عندما أرسل جيوش بقيادة سيدنا أسامة بن زيد لتحرير أرض الشام من ذلك الرومي المغتصب الذي كان أكثر من سبعة قرون وكان حتى عندما يرسل إليه رسول أو من يخطبه يقتله ويأمر بقتله يقتل حتى الرسول وهذه بدعة حقيقة لأن في العادة الرسولي يبلغ الخطاب ولا يقتل هناك أداب أداب حتى في عبارة سفير الآن في لغة نديم المسيح حتى في العهود التي كانت فيها عمل موصيف وصرعات وعدوات بين الشعوب فهذا أرهم طغيانه أبو بكر الصديق قال قفوا أمامي أوقف الجميع بقادة الجيش وبجنوده وقال يعني احفظوا عني هذه الأشياء قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا ولا تحرقوا شجرا ولا تدمروا نخلا وستجدون أناس في صوامعهم يتعبدون فلا تقتلوهم ولا تقتلوا إلا من يقاتلكم فأبو بكر الصديق حارص عدمت الأحجار وسلمت النباتات حتى البيئة وهذا كل البيئة ليس في أرضها في أرض العدو ومع ذلك ترعى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجر جيشا جرارا ووجد كلبة تنتهر على جرائها قال كلبة تضع في الجراء ومتاحها فأمر جنديم قالوا تقف على كل كلبة هذه حتى لا يضربها أحدهم بسهم يقتل ليس حد وإحنا جيش متعب حتى عن طريق الخطأ حتى عن طريق الخطأ هل في تاريخ العسكرية وفي تاريخ جنرالا أرسل جندية ويقفوا بحراسة كلبة حتى يمر الجيش وهي آمنة فلماذا الآن أصبح العنف والإرهاب يعني قمة في سماحة نعم هذا حتى وقت الختال حتى وقت الختال الآن أصبح الإرهاب والتطرف والعنف رديفا للإسلام عسيد عثمان بن عفان حاصروا في دارة قتلوا في دارة قالوا عبد الله بن زبير قالوا أرى أن تحرم بعمرة قالوا أحرم بعمرة وعصم دمك مش ميقتلوكش يدخلوك محرم بالعمرة فدمك معصوم خطرك في الأحرام قبل الإحرام وحرى الإحرام وبعد الإحرام معناها أنا راو ماذا الناس زايد معناها زايد دمويين قالوا أرى أنت محرم بشي قتلوك ماكش محرم بشي قتلوك بعد ما تحرم بشي قتلوك كيف كيف فهذا عفان ذنورين وما أدرك سيدنا علي بن نبي طالب كيف كيف استباحوا دمه يعني إذا كان هذا ما خيار الصحابة دفعوا دمهم وأهدروا دماغهم يعني ما لا أحسنوا ينظروننا الآن يعني هذا ينظر يعني المجتمع على أساس أنه كافر وعلى أنه وجب أن يحمل في وجه السيف في حين كان الصحابة كانوا حريصين لأنهم خرجين مدرسة رسول صلى الله عليه وسلم قال لا أريد أن أراق الله وقد أريقت بسبب محجمة دم محجمة كالكيس الصغير اللي يجدوا بالدم قالوا ما نحبش الدم يوراق فهذا نحاول إن شاء الله اليوم بحضور أخواتنا وإخواتنا إن شاء الله نستفيدوا منهم ونحاول نوجه كلمة سواء لهذا الوضع الذي نمر به نعم أستاذ سمعت التقديم اللي يتفضل بها دكتور إبراهيم وطبعا مواكب للأحداث هو من موقع كباحث في كل ما يتعلق بشرع وكإمام خطيب وكمطلع وظليع في مجالات عدة منها علاقة دين الحنيف بما يحدث في المجتمع في شكل المجالات شنو إضافة اللي تحب تقدمها أنا أحب أن نقول للي كونه منضوع الحسة من الأهمية بما كان نعم هذا يذكرني في الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان شي يرتقي الجمعة كان في الجمعة نعم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرتقي الجمعة يرتقي المنبر في غير أوقات الجمعة وكانت الخطب هذي تسمى خطب نوازل نعم بشي تحدث في شأن العام بشي يوضح و بشي يبين للناس و بشي حاول يرشد الناس نعم النوازل للحوادث الحوادث اللي تحدث في المجتمع ونحن امتثالا نقول ربي سبحانه وإفضاه ميثاق النبيين لتبينونه للناس ولا تكتمونه بش ننثري ولا بش نكمل سيد دكتور إبراهيم قبل البلاء الحسن نزيد نقطة بريفة يمكن الناس لنهي نخرج من باب حب الوطن حب الوطن البارح نقرأ في أرتيكل في جريدة من جرائد اليومية في مقالة المقالة تقول نقص الوطن تربت مبين نقص الوطنية لدى المواطن التونسي اللي يدعم الأرهاب لازمنا نحكي برشا على الوطنية وقيمة الوطن في الدين نجمه نحن تجي تحكي مع الناس لنهي يجي والد ولا يجي خوه ولا يجي والد عم ولا يجي زميل في مكة ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي ولو لأن قومي أخرجوني منكم شوف سبحان الله خرجوه وضربوه واتهموه وقال قومي ما كفرهمش ولو لأن قومي أخرجوني منك ما سكنت وغيرك ينجم هو يقول لك هذه كمكة اللي فيها الكعبة وهذه تونس قارن في تونس بمكة ونقول له وقت لمشاهل المدينة واستقار في المدينة دعا ربي وقالوا اللهم ارزقني حب المدينة كما رزقتني حب مكة مع أنت الإنسان يقول إمام الغزالي حب الوطن من الفترة حتى الناس في الجاهلية قبل ما ينزل القرآن قبل ما جي السنة قبل ما يعلم الحبيب قبل ما تأمر الصحابة الناس في الجاهلية يقولوا كانوا الناس كفش كانوا في الجاهلية كانوا إذا سافروا إلى بلد أو خرجوا في غزو أخذوا رملا من طربة بلدهم يستنشقونه سبحان الله يقول إمام الغزالي يعلق على الأمر ذا يقول وإن البشر لا يحنون إلى أوطانهم وإن كانت قفارا مستوحشا ليس تونس سبحان الله ليس سلناوها تونس الخضرة وإن كانت قفارا مستوحشا وإن حب الوطني لغريزة في الإنسان وعلى فكرة الفاتحين الأجلاء من الصحابة والتابعين هما اللي أطلقوا عليه هذا الوصف دكتور لأنهم قادمين من مناطق جغرافية سحراوية ابتداء من الحجاز مرورا بمصر وشقيقة ليبيا فلما جاءوا التونس اللي بطبيعتها الجغرافية والبيئية تختلف كليا عما شاهدوه خلال قدومهم يعني ألاف الكيلومترات يلقوا يعني الإخذار ويلقوا طبيعة الغناء ويلقوا يعني مواصفات سبحان الله حابانا بها ربي سبحانه وتعالى فأطلقوا عليها تونس الخضرة هكذا أو ليه دكتور؟ نعم ربما يعني من باب المقارنة ما وجدوا فيها من خضرة ومن نعيم ونعرف ديما حتى اللون الأخضر هو فيها رمزية أكيد ولون الجنة ولون النماء ولون الحرية ولون العتاق ولون الحياة لون الحياة لأن اللون الأخضر يعني يدل على الحياة في نفس السياق في نفس السياق من رأي الخطاب لي يوجه كان للناس ذوما حتى لعامة الناس اللي تسمع فينا بابا وابوك أمي وأمك واخوية واختك نقولولهم شوية نزيدوا من حب تونس في قلوبنا رانا نقسين سبحان الله مع أنت نثبت مرة راكب مع سائق سيارة أجرة يحكي لي على الوضع العام والاقتصاد وغلال المعيشة قال لي أخوية عمل رسماء كبير في الخارج جاب شرجع للبلاد قلت له فك عليه كيلو طماطم بربعاليف سبحان الله علاق كيلو فلفل بربعاليف قت له علاقتك حبك ببلادك توزنها بكيلو فلفل بربعاليف رانا في نعمة وحتى إذا كانت تعدينها بكرب ولا بأزمة صغيرة مسيرها تتعدى نحاول نقوي ونحب بلادنا في قلوبنا هذه من ناحية ونستحضروا نعمة ربي علينا مقارنة ببلدان أخرى من كمبوديا سبحان الله يسألوا في الشعب المسلمين في كمبوديا يسألوا فيهم ما تتمنى يقولوا نتمنى وتراب سبحان الله تراب بيش تزرعوا فيه بيش تستثر ممروا فيه بيش تبنيوا فيه فنادق ولا بيش تعملوا فيه سياحة قالوا لا قالوا نتمنى وتراب بيش ندفنوا فيه الموتى متاعنا على خطر أهد أهل كمبوديا يعانيوا من ابتلاء اللي كونوا تراب نتاحهم بالماء قالوا بيش ما نوليوش كيل بوذين على خطر الأرض تخرج الموتى اللي ندفنوهم معانتا نحمد ربي سبحان الله ونحاول ونقوي وحبنا لبنادنا ونحاول ونعطيه لبلادنا ونحاول وندعيه لبلادنا أسوة بسيدنا إبراهيم اللي يذكر ربي سبحانه كيفاش كان يدعي لبلاد وباش يدعي بالأمن ويدعي بالاقتصاد ويدعي بالنماء ويدعي بالرفاه ونحلك الكلمة نعم طبعا بش نتناول في هذا الحيز الزمني القصير ربما دكتور أسباب الظاهرة وعليشة احنا بدينا بالعام ثم نتدرج للخاص العام هو قيمة الأرض والوطن والفرد المسلم وشريكك في الهوية والتاريخ والحضارة وخاصة شريكك في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وملائكته ورسوله والأنبياء والقيم التي تجمعنا الكل ثم أسباب أكيد أستاذة وهذا اختصاصك تدفع بمن تدفع بهم إلى هذه الأفعال ظهر لي للبحث في صدد هذا أول حاجة نترحم على شهدائنا وعلى ضيوفنا نعم إن شاء الله هذا أخر الأخر حاجة إن شاء الله يا رب أول حاجة نحب نعقب على زميلة سي إبراهيم وسي أنيس نعم إن الوطن رهو حاجة ما نجموش نبدلوها كل أم نجمش تعمل أم أخرى متنجمش أمك هي واحدة أمك هي هذيك هي الوحيدة مش تكون أمك كما الوطن متنجمش تبدل الوطن متاعك دونك هنا ندعيه كيس سوا في المدارس ولا في الأسرة ولا التركيز على الهوية الوطنية الهوية الوطنية بالنسبة للأسباب أكيد فما أسباب على خاطر إنسان بش يوصل الدرجة سلوكيا معناها سلوكيا يكون معناها قتل هذا مش وهذا أعلى أنواع وأقصى وأشد أنواع الاعتداء والعنف اللي هو في أصله هذيك الكل يرجع للتنشأ الاجتماعية وللطربيا الطربيا نبدأ حتى من الصغار صغار الصور متحركة فيها عنف مشاهد التلفزة فيها عنف الظروف في الاجتماعات البو والم يبدأوا ساعات الاختيار الزوجة ولا الزوجة في حد ذاته معناها الزوجة تختار الزوجة كل من حارف كيفاش تحب أنت صغارها بش يطلعوا ساعات الوضعية الاجتماعية والمادية والاقتصادية يكون معناها يطلع شاب في 16 ولا مراهق يكون مثلا الحاجات الأساسية اللي هو يراها بالنسبة لي هو ما هو موفرة يكون ساهل برشة بش ينساق فما ما يسميه بير بودريو ما يسمى بالعنف الرمزي اللي هو هذاك هو اللي أنا نشوف من وجهة نظري هذاك هو اللي أدى بشبابنا للهاوية هذيك تقول لي أنت كيفاش ونقول لك العنف الرمزي شنية ما يجيش يقول لك امشي معايا بالسيف العنف الرمزي هو اللي تكون فيه الضحية مشاركة في إنها هي تكون ضحية والعنف الرمزي يجيش فيه شكل جميل معناها فيه إغراء فيه إغواء ترغيب ترغيب إنه يقول له ما هو فيه أساس وعنف لأنه العنف الرمزي يكون يا أما بشكل مباشر يا أما بشكل غير مباشر ولكنه يوصل إلى الهدف بمعونتك أنت أنت اللي تعاونه بش توصله روحك يزين لك الجنة ما تدخلها كان أنت في وقت اللي تقتل كيف قال لك بإسم بإسم الدين والدين براء من هذا الدين ما هو دين دم دين تسامح دين محبة رسولنا عليه الصلاة والسلام يقولوا إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق وما هيش أي أخلاق أخلاق الدين السامحة كما كان يحكي لك معناها هي شجرة ما نمسوهاش بالنسبة لي أنا الصغار هذوكم يستهدفوهم يعملوا لهم تعبئة بالنسبة لي يصور له الجنة ما يدخلها كان بالحاجة هذيك بالتالفصون صغارنا يكونوا عرضة للدمغجة ويكونوا ساهلين باش ينساقوا في بالنسبة لي أنا وبالنسبة للطرح الموجود طوى معناها هي تنوقضوا ما يمكن إنقاذوا صغارنا ردوا بالنا عليهم مش كون يخالطوا فيش يتفرجوا في الفيسبوك في العلاقاتهم الحاجات هذو ما الكل يلزمنا ننتبهولهم على خطر صغارنا أراهم في تهديد هذي تحصل اللي يحصل طوى هذي تنوقضوا ما يمكن إنقاذه واضح شوفنا رأي الأسادة الأثنين طبعا الشباب أيضا هما الأسادة أيضا شباب لكن الشباب اللي مازال في مرحلة التعليم من طلبة وتلمذة كيفش ينظروا للموضوع معنا طالب سنة ثانية من التعليم العالي كيفش تنظر للمسألة اللي طرحناها السلام عليكم أول حاجة راح بالأسادة وكل شيء وفمع حاجات تساؤلات هو البرنامج اسمه اسأل باش نزيدين نسأل وبنزيد يفيدوني وربما ينفيد المشاهدين أول حاجة فهمتني الأسباب الأسباب حسب مثلا ما ننشوف هنا في الأعلام وكذا وفي حب الوطن وفي توكل مثلا الأمور اللي غير أهلها في وقت اللي يصير سيرعات سياسية وكل شيء ما فهماش عباد كما الدكتور ولا كما الأستاذ يجيوا يحكيوا في التلفزة ولا نعملوا برنامج ولا فهمتني نعملوا حتى برنامج كبير نستدعوا فيه تلمذة ونستدعوا فيه مواطنين عاديين نستدعوا فيه كذا وكما مؤتمر هذي على حب تونس على كيفش يكون دينة كيفش كذا ولكن شنين نلقاه احنا حتى من الثورة حتى شلطويك هي بدأت بالعنف الثورة ضد الظلم لأنه زادة كان قبل نفهم نظام كان يقوم بالعنف نحن فهمتني سلسلة ونعيشوا في عنف من الإعلام وكل شيء نحن فهم ثقافة عنف بدنا نفهم اللي احنا صغار حتى تلتوا فاليوم معنتها الحاسب رايي أنا فهم زادة مبارات ان هو بشعم العنف مثلا فهم أقليات حتى نصل الأستاذ والدكتور المبارات اللي هي قولك فهمة أقلية إسلامية في بورما وإلا في إفريقيا قاعدة تضطهد احنا زادة وشكون يضطهد فيهم احنا قاعدين نردوا في الفعل هل هذا فهمتني شارعا يجوز ولا ما يجوز ماذا مدخلك انت في هذا كذا كذا حاجة أخرى الوضع الاجتماعي ينجم يكون فهمة فقر ينجم يكون فهمة فقر ولكن الحاجة المهمة اللي أنا ربما الشباب التونسي اللي قاعد معنتها يستقطب في هذا لم يجد نفسه لم ينجمش يتكلم والدليل كونه ما فهماش على سبيل المثال فهمة معنتها دول أخرى ولا كذلك فهمة مجال للشباب انه يتكلم كالكسوا إذا هو يحب مثلا متدين فهمة متدينين في ديانات أخرى عندهم مجال انهم يتكلموا وكذلك سواء غالط ولا صحيح وفهمة اللي يمشي هكا يرجعوا الاخر احنا اليوم وين وهذا؟ هذا ما فهماش معنتها حتى قلت الفقر فهمة زيدة لقاري وقلوا الجهل ليه؟ فهمة المتخرجين معنتها طلبة كيفي وفهمة المتخرجين وكذلك ومشيوا في الثنية ذي وكيفيش؟ وعليش احنا من يخدوش الحالة تضمه ونحل له وعليش ما نشاركوش الشباب هو يتكلم كما انا اليوم نشكركم اللي انا جيت احضرت بش نتكلم بش نواصل هذا واجب يعطيك صحة مجموعة طبعا من الاسألة ومن القضايا المهمة نحبوها ديما طبعا في اتار برنامجنا في علاقة بدينا الحنيف وش نقول شرعنا من عرش الصديقة اللي قلنا تدرس سنة ثلاثة ادابي معها تقريبة ياسر من المسرح للأحداث شيء الاضافة اللي تحب تقولها قبل ما نرجع للمستشارنا الدكتور إبراهيم الشايب نحن اول حاجة الارهاب هذيه سرطان قاعد ينخر في العالم العربي الكل وفي تونس خاصة يحب يقضينا على كل حالة اسلامية اللي العريقة اللي نحنا نتميزوا بها على الشعوب الأخرى اللي ما عندهم مش تاريه الارهاب هذيه حاجة ما جيت شكيكة ونجمه نحنا نصير عليها ما يمتحط الدولة التونسية لازمها لازمها نحنا مرينيش حتى ديسبوت يقول لك وماذات تحسيسية تحسيسية أو عوية بش نوعيو الشباب بش نوعيو الصغار بش نوعيو بش نوعيو بقيمة الوطن بش نوعيو بقيمة السرطان ذي اللي ينخر فينا وينخن في المجتمع عندنا مش بقيمتو بخطورتو بقيمة الخطورتو معناها الارهاب هذيه حاجة لازم لازم نفعله قانو الارهاب نحنا شبابنا وامنا وكل شيء قاعدة تتدمر عليش خاطر نحنا مانيش قاعدين نحاربوا في الارهاب بصورة فعلية الامنيين امتهنا اللي موتوا وشن هو ذنبهم حتى المعدد ما عندهم مش نحنا لازمنا 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 لازم لازم الدولة التونسية ولازم كل انسان عنده روح الوطنية اللي هو انسان تونسي لازم نحارب هال افها هذيه شباب الحاضر وموقفهم ربما تساؤلاتهم ربما ترحم سواء كان الذاتي ولا الموضوعي نرجع للدكتور إبراهيم الشايبي للاستدلال بشواهد من الكتاب والسنة في ما يتعلق بموضوع الساعة على المستوى العالمي أيضا وطبعا بالسياقة اللي فيه البرنامج على مستوى أمة وكل الأمة المتعارفة أن نقصد الأمة الإسلامية شكرا لك أخي زياد شكرا لك ساد الحضور ان شاء الله بناءنا الوطني بناء متين وتجعل يعني كل من يحاول أن يزعزع هذا البنام هو أحمق من نطح السخر كما يقال يعني يخشى على نفسه ولا على هذا البناء المتين وعلى هذا الجبل الشامخ فهذا البناء ثم أشاروا إلى بعض الأساب نعم تفكيرنا يجب أن نرجع على الأسباب وأن نعالج الأسباب لا نعالج نتائج فهذا الإرهاب وهذا العنف وهذا التطرف وإفراز يعني إفراز يعني من إفرازات أسباب عميقة وأسباب عقيمة في وقع الأمر من بينها مسألة يعني تنشأت الطفل فالطفل لابد أن ينشأ فيه مناخ فيه الحرية يعني أذكر مثال عن ترمداد العبسي عندما تم يعني الإغارة عليهم على قومه على قومه على بني عبس نعم فكان هو عبدا نظرا للون بشرته فقال له والده يعني كر أفعل أجم يعني على القوم فلم يشاء أن يتحرم قال له كر قال له أن العبد لا يحسن الكر وأنما يحسن الحلاب والصر نعم قال له أن عبد والعبد يعني مهمته كونه يرعى المواشي ويحلب المواشي والصر يعني كونه يربط الظرع يعني بعدما يتم يعني الحيوانات الحلوب هكذا عادت العرب كونهم يقومون بصرها فقال له كر قال له أن العبد لا يحسن الكر وأنما يحسن الحلاب والصر قاله كر وأنت حر فعندما سمع أن كر وأنت حر فهذا مناخ الحرية جعله يمتشق سيفه ويذهب يعني يكر على الأعداء ويدافع على قبيلته ويبلي البلاء الحسن فهذا كله يعني من المفاهيم التي لابد أن تتفتح فيها هذه البراعم الناشئة كذلك ثقافة العنف التي يروج لها في الأفلام الكارتون وصور المتحركة وغيرها حتى بعض الدول العربية هناك من تمار وأختها أدركتها يعني سخيبوا محاولة انتحار ويعني بني عمرها خمس سنوات لماذا تقلدوا؟ لأنها شاهدت مشهدا في بعض الصور المتحرك إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فلهنا الأب راعي وكلنا يعني وهو مسؤول على هذه التربية أو على هذا النشأ وأن يرقب ابنه حتى لا يأخذ حتى معلوماته الدينية من غير أهلها أو من غير مصادرها أو يسمع لشهادات خاطئة في غير محلها مهم جدا كلمك هذا ما تساءل عنها وشارل صديقنا محمد نعم لأن ثقافة هذه العنف أصبحت هي السائدة الآن فالإسلام هي ثقافة العنف وفيه من ثقافة التسامح وفيه من ثقافة درئل في توسلم عندما سئل قل أرأي تخلى على أحد بيتك كون أنت مثل هابي يعني التي هي أحسن فهذا الإسلام الذي أمر بسفد الأقل بيدقها وبكسرها عندنا فالذين راها هو فتح وفتح رسول الله وسلم يقول دم مسلم مسلم حرارة في الحاشة هذه الخطة عدد تجعلت أزقاط علشان أنه ينهز والدك شريف نحن نستعلم بالعالم كيف تقصد المعرفة مصنح والعالم حبوهما تقصط إليه يعني لفظ البر هذا نستعمله مع عقوب مع الولدين مع الأم والأب وإنما استعمله حالما مع مرحة وصراني وغير ذلك في المجتماس الإسلام بالسيف وقلنا أن بالسيف قد تفتح أرضا ولكنك لن تفتحها قلوبا نعم فهذا الصورة المنظر الدمين فالرسول قالوا يعني يا أيها الناس إن أموالكم ودماء فهذا يعني عندما قال يا أيها الناس لا قانا آمنوا لا يا أنصار لا يا مهاجرين لا يا أوس لا يا خزرج فهؤلاء يعني أيها الناس لفظ عام الناس كل جميعا كلكم لآدم وآدم من تراب يعني وحدة الرب الله وحدة الأب الذي هو آدم فهذه هذه أخوية في الإنسانية سيدنا علي بن بي طالب يقول الناس يصنفان إما أكل لك في الدين أو نظر لك في الخلق إما مسلم كيف كيف ولا بشر كيف كيف نظير في الخلق نعم نظير لك في الخلق يعني الإسلام ديما نقول وتحدث على حقوق الحيوان دخلت مرأة النارة في هرت النارة بطاطا كيفاش ما يضمنش حقوق الإنسان فهذا يترويع الناس ترويع الأمينين وتكديرهم هذا حتى بالفد الكحراء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في سفر وأحد الصحابة نعسى يعني أخذته سينهاك فاستل أحدهم ساهم من كنانته ففزع طيب مفجوع فذلك معاه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحلوا لمؤمنين أن يروع مؤمنا جادا كان أمهازنا قال لا راني فذلك قال لا حتى بالفد الكلا مجيش أن نعمل مفرقعات في دار شاري قال شنو راني فذلك معاه ثم أحنا في وضع صعيب تقول الآن مش نبقوا نميزوا هذي مفرقعات نتعرسوا هذي مفرقعات يخي عاونونا وحتى عامل مع غير المسلم كان بالعدل والقسطاس ولم يكن ليمنع اختلافه في الدين الرسول تعامل مع غير المسلمين في عديد المواطن هذا تشريع رباني هذا تشريع رباني أهل كتاب طعامنا حل لهم وطعامهم حل لنا نساؤهم نتزوجها وهم يعني تصبح بذلك هناك الصهر ومصار هذي قتلت هو مسلم وابلجيكية ولا شيء وجد بلجيكي ويعني هذا مثال فكيفاش تقتل سواح أمني وابرياء يعني أول هذا أردت فعل على ماذا أردت فعل على ماذا ربي حتى وقت العقل على الأعداء أعدوا لهم ما استطعتهم القوة يعني القبل تريبون بيوا عدو الله وعدوك فأعد القوة حقيقة كون قوية تستغنع عليهم معاش تستورد منهم الدويات معاش تستورد منهم اللات معاش تستورد منهم تسلاحهم ماذاك كلاشينكوف مو اسم صانع السلاح الروسي فأنت اعد الساعة القوة كون قوي تو هم يخافوا منك فالارهاب هو يعني الاخر يخاف منك كما يقولوا توازن الروع بالنووي علش ليملك القوة عد القوة الفكرية والعلمية والكتنولوجية تو تتجوزهم توولي هم خايفين منك نحن عايشين عال عليهم يعني نقوموا بهذه التصرفات الخاوة والرعناء وقديم مقيل بل هو يقدم في خدمة الاسلام وهو حقيقة يعني خلاص وحده لا يكفي واضح نعود إلى الحضور طبعا حكينا على الأسباب والمسببات طرحوا الشباب أسألة في هذا الصدد الآن نحكيه على نقولش حلول ولكن ربما أفكار ورؤى تضيف وتفيد باش نحاولوا أن نجاوزوا هالظهرة ولا نقنعوا الناس ولا نعطيهم أفكار كيفاش ينجموا يسهموا بها في درق هالظهرة وفي إبعادها عن مجتمعاتنا الاسلامية لكل مشكين للمجتمعات تونسية تفضل الأستاذ قبل ما نجاوبك نحبا نعقب على كلمسي إبراهيم مش حتى نحضروا رويحنا ليهم ناخذوها من الجانب الأخلاقي من الجانب الأخلاقي هذو ما راهم ضيوفنا وإسلامنا عمره ما قال الضيف الضيف باش نستقبلوه هكا راو نفرحوا به وإحنا كورا ما وديننا ما يحف كان على أش قلت لكم راو ديننا أصل الإسلام السلام أصل الإسلام السلام لكن هذو ما ناس قاعدين يأصلوا لثقافة التدمير لثقافة القتل لثقافة الدماء طفل صغير جاء باش يحوز في بلادك يعني هو يعرف قيمة تونس وجاء لهنا فرحان ونحن يلزمنا بالمقابل هما ضيوفنا وتعرف على العرب وعلى المسلمين الكرم ممتاحهم ما ناخدوهاش حتى من جانب اليهومة مع أحنا في حاجة لهم وكذا لا لا ناخدو حتى يكفي أن نغزروا من زاوية من جانب الأخلاقي معناها اللي صار معناها حاجة ما نترحموا عليه هذا التعقيب والآن المحاولة يعني إضافة أفكار من شأنها تدرق أو تساهم في درق هالذوهر عن أبنائنا وشبابنا ولمشاهدين وعلى التنش الاجتماعية صغيرة كيف تتلهابيه تربيه ما تعلموش ما تعلموش الثقافة ما تعلموش ولدك يبه هو وبنية وعندك ولايد وبنية ما تسمحش للخو باش يضرب أخته باش أنت ما تكبرش هي بأحساس بالدونية والمهانة العنف ما يبدأش عندها يتقصل فيها حتى نهار آخر وقت اللي تتزوج وتعمل دار هي نفسها إذا كان أنت من الصغرى تسنسها بهذاك هي نفسها ثقافة هذيك باش تهزل دارها باش تعلم أولادها الذكر يتغلب على يضرب أخته ميساش حتى اللي كانت أصغر منه هذا اللي ما يلزم مش نقل لهوتنا بصغارنا باش كون يخالطوا باش كون حتى في الانترنت الفيسبوك فين يدخلوا فين يخرجوا راقبوهم مش بشكل انك انت عمل عليه بطريقة انصطلوا طريقة الحوار حتى في المدارس علش من عملوش خليط انصات جيبوا مجموعة نحكيوا معاها كما قال الخو باش احنا نعفوا كل صغير اشنو اتجاهوا ووقتها عندنا مرجدين اجتماعيين ونفسينيين في مدرسة النجمو احنا طفل هذيك لاحظنا عليه كذا يلزموا لهوة معاينة هذا هو معناها ما هوش مربوط بالأسرة اكهورة حتى حتى في المنزل كما قال لك راهو حرية الحرية كل شي يرجع للحرية كي تبدأ انت تخرج شنو عندك انا نعرفك انت شنو وشنو مشكلتك كي انت انا نخلي لك المجال باش انت تحكي على شنو مقلقك وانت وين تميل وقلا انا نجم نوجه للمسار الصحيح وهي كان بخلايا مثلا بخلايا انصات في المدارس ولا في المعاهد الأستاذة حكيمة طبعا ركزت على الجانب بتاع اختصاصها وهو التنشأة والطفولة اخونا انيس اللي اكيد انه مش حكين على مراحل اخرى معناها طبعا في اطار خبراته المهنية والاجتماعية اكيد انه يتعرض للشباب ويتعرض الحالات حتى في طور الكهولة وبصفته ايضا امام ختيب ربما تطرح عليه العديد من المسائل والاسألة حتى من قبل اعمار متقدمة لثم اشكاليات وثم مفاهيم ماهيش واضحة في عديد الاذهان كيفاش نحاول وبيش نواضحوها ربي بارك فيك خوية زيادة كي انك قريت افكاري الاشكال اشكال مفاهيم نعم والحل في توضيح المصطلحات ثم مصطلحات شباب ذاية اللي طبع الفكر هذا واللي رفع صلاح في وجه ولاد بلاده ضحقوا عليه بالشبهات ثم شبهات تسربوها له ثم مفاهيم خاطئ تسربت له بشي بسته استاذ كان قوله شبهات شنو نقصده شبهات نقصده المصطلح تلقاه فهم وخاطئ نعم ما فهموش بالفهم الصحيح الدليل المصطلح القرآني المصطلح القرآني ولا الشرعي شاهد من الشواهد الاستدلالية للحديث النبو الشريف أو غيرها الديني أو الشرعي الديني أو الشرعي الدليل تصور أنت إنسان يسمع ربي سبحانه يقرأ لي ربي سبحانه يقول في القرآن عولوا بله مشتراجين بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَأُهُ عِقَبُ لُو جَهَنَّمَ ثاني خالداً فيها ثالث وغذب الله عليه الرابع ولعانه الخامس وأعده له عذاباً عظيمة سبحان الله تتصور يا الله أنت إنسان يسمع الخمسة العقوبات ذي لما تجمعت في آية إلا في الآية هذه تتصوروا عادي يتقبل الأمر كنرجعوا للسحابة قبل سيد القراء سيدنا محمد بن المنكدر في ليلة من الليالي يقرأ آية يسمعوا فيه أهل بيته يبكي شبيك يا محمد تبكي ما نجمش يتكلم شبيك تبكي ما نجمش بيك قالوا نجيبه أبو حازم صاحب وجابوا له أبو حازم أقرب الناس لي قالوا رأي آية نخصت لحياتي فما بالك الآية هذه اللي يسمعوا فيها نعم إيش نستخلصوا نحن من هنا نستخلصوا إلي شباب ذاي اللي يسمع الوعيد هذا ويهز السلاح ويقتل متلبس عليه مفاهيم أيوه ثم خلط عنده في المفاهيم نعم والدليل والمفهوم اللي لازمنا نعرض لها اليوم هو مفهوم الإيمان كيفاش إنسان يكفر إنسان نرجع القصة اللي حكاها الدكتور من بكري الدكتور نابراهيم قصة سيدنا أسامة بن زيد وقتل قالوا أشغقت عن قلبه عنا قصة أخرى دعم الموضوع قصة سيدنا مقداد بن الأسود وما أدراك ما مقداد من أعظم الصحابة ومن أكبر أبطال من أكبر أبطال الجندية في تاريخ الإسلام سيدنا مقداد بن الأسود سيد نبي عليه الصلاة والسلام سألوا سؤال يمكن نروا تسألهم الحكمة للزمان نذاية ل2015 في تونس قالوا أرأيت يا رسول الله وفي العادة الرسول عليه الصلاة ما يحبش أسألة أرأيت يجاوب كان على الحاضر على الواقع بش ما تترحل أرأيت يقصد بها المستقبل المستقبل بش يتسور حادثة أرأيت يا رسول الله لو أنا رجلا كافرا برزني فضربني بسيفي فقطع يدي ثم لاذا بشجرة فم أنا أدركته وقتليت ما كانت منه وانا بش نقتله وصيف هابط قالوا أنا مسلم قالوا نقتله قالوا لا تقتله يا الله 99.99% خايف قالها قالوا ما تقتلوش سيدنا بمجرد التلفظ بمجرد التلفظ بش نسأل السؤال بش نسأل دكتور سؤال هو مجاله أقرب مني في مجال العقيدة في مجال الفقه اش يعرج عن نقطة هذه يندرا نحنا نأخذه بالظاهر ولا لازمنا نطلعوا على خفايا وقلوب الناس شنية فيهم سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا خالد بن الوليد وما أدرك اللي وقت اللي يتعدى من قدام سيدنبي قال نعم الرجل خالد بن الوليد سيف الله المسلوح امريل نحنا نحنا نبعث للقبيلة من القبائل بالشي يذكرهم في الإسلام الناس ذو ما فرحوا كي حكيرهم عن الإسلام في بلاس يقولوا اسلمنا قالوا صباونا صبانا صبانا اقتلهم الكل سيدنبي ومعه خالد وما أدرك ما خالد هزي ديه الاسماء وقالوا اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالت. وهو فعل لأن العبارات تلبست عليه. لغويا يعني لهجة أهل قريش فيها عباد لا تضاهي أو تخالف عبارات للأخرى فالمفهوم يختلف. هنا السؤال اللي يطرح للدكتور دكتور قال من بكري وقت لي في سيدنا أسامة بن سيد قالوا مدام قال هو أسلمك مدام قال أشهد أن لا إلى الله. شوش قالوا قالوا ماذا ستصنع إذا جاءتك لا إلى الله يوم القيامة. فما بالك اللي يصلي معاك. فما بالك اللي في رمضان وقت لي تبدأ أنت سايمي يبدأ بوس الماء ويشربك. فما بالك اللي في رمضان يهديلك طمرة. فما بالك اللي يصلي بحذاك في سلاة العيد ويقبلك بعد سلاة العيد. فما بالك اللي يصلي معاك الجمعة. فما بالك اللي يطمر ظمك ولا يمر ظبوك تلتجأ له لهو مهما كان ميدان العمل المتاعه. ولنا نكفره بميدان العمل. يخرج معاك في أنصاف اليالي ويهز بوك ولا يهز زمك ولا يهز مرتك بشتولك ثم تكفره يا هل ترى يا دكتور نحن قوم كيف ما قال سيدنا عمر بن الخطاب ناخذه بالظهر ولا لازم العبدي ولا يهزز لوحة على أمام صدره ولا يهزز لافتة لازم يحكي فيه على منهجه ويحكي فيه على فكره ويحكي فيه على عقيته بش يسلم الناس يا دوم واضح الأسألة هذه كل طبعا يتولى الدكتور اللي يجب عليها طبعا بعد ما أيضا ناخذ الإضافات متاع أخونا محمد وأختنا مروى تفضل لمحمد شكرا أنا حاجة أخرى اليوم به يسر الحديث شيق وستفدت برشا وربما برشا ناس استفادوا ولكن اليوم حبيت حبيت نخدم وخلايا الأنصات اللي قدت عليهم دكتورا موش بطريقة ذي أنا نتصور معناتها صحيح خلايا الأنصات هو الدولة كاملة طويكة نوعا ما فهمتني مزلنا كذا والناس أذومة اللي يعملوها كاي يجدوا إنسان معناتها ضعيف ولا الدولة مزلت كما قولوا ما هيش استابل ما هيش مستقرة ما هيش مستقرة ما هيش مستقرة يزيد هو ينزل عليه دونك هذا يزيد حاجة أخرى نعم قعد الثالث حاجة هو تونسي السيدة ذا موتونسي شوف قديش من تونسي منتشر في كيف تنحق العالم ذرو نعم يعني فما أنا عندي أخوة يا فن في الخارج يقولي يا أنا رادي طوما نخدمش عليش كان يخدم بطل عندي صحابي ألو كذا عندي صحابي أخرين يقرأ قال كان كنت وليو يخذوري صفا عندي مهنسة بش تكمل مزلت عام بش تكمل روحة وليو يخذوري عجناب في فنسة هذا أنت يا معنتها الظاهرة هذي قالت الأخت سرطان منتفجع أنا كتقولي سرطان ماذا بيكون سرطان خطر السرطان بش يقتل لما هي ماذا بيكون مرض ذكية ويمشي على روحه قريب حاجة خفيفة ويمشي نعم حاجة أخرى الدكتور وما نتصورش أنا كان بش يعيتول وفي يوم من الأيام في برنامج وإلا في حاجة بش يهيكل ولا بش يسمع الناس بالعلم انتاعه كل شي بش يقول لي ومنه هو يظهر لي ما فهماش فهم تبرك الله تونس تبرك الله جاءوا من الدكتور من الدكتور اللي شكالي اليوم مش مش فما ناس فما شباب مثلا يقول كأي ما حبش الكورة ما حبش الغناء ما حبش ما عشنا ما حب الشعر في الخليج عاملين مهجين انتاع شعر صغير انتاعر وكل الخدمة وكذي حتى الصغير يقعد يخص فما حاجة أخرى زي تريزان بورتون وين أنا مثلا قبق عندي معلم أنا قراني هذك القيد انتاعي سي بشير دي ما نذكره خراني في سنة سادسة التوي كان يقول ما لمعلم هذك أنا كنخزر طوى فهمتني أنا أطول منه نقوله أهل سيدي فينه دور المعلم نعم ومبعد دور الأستاذ ومبعد دور الأستاذ الجامي ومبعد هذي كله احنا شنو نتلقاو كنمشي الجامعة نشوفه فهمتني إيمان خلو شوف كيفاش يتعب معنا في الشارع كيف تيف وقتها كما نقوله احنا مثال تونس يقول كل بلدي مشي على كبار لكن الكبير نتاعنا ما ملقاش زيادة الصحيح بش يتكلم دي ما احنا نجيبه كان عرك مشاكل في التلفزة كورا حاجات لا علاقة نحكيه في الصحيح فهمتني نحكيه في مشاكلنا صحيحة نحكيه علميا والحاجات بلاي الدكتور بش نسك حاجة فهم الإيزابيسي تعدين إذا احنا نعرفوهم لذا معنتها أبجديات الدين نتاعنا ما ندخلوش وقت هنمشي ونسألو في الحاجة الخاصة نجي يقولك يا دكتور ولا يا أستاذ حاجة كذا أما احنا فهمتني لا هذا اشكيه واضح يعطيك صحة محمد تساؤلات قيمة جدا وحطيت الأصبع على الدام من منطلق أنك طالب وشاب وطبعا مهم جدا الإشارة لأشرت لها اللي هي التربية والتعليم والمربية والمعالم النجم يكون كان قدوة ونرجع ونقوله أن أول آية أنزلت على نبينا الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم هي اقرأ طبعا اقرأ باسم ربك الله الذي خلق يعني دعوة إلى العلم ودعوة إلى المعرفة ودعوة إلى أن يتبوأ العلم والتعليم والتربية المنزلة العليا في هذه الأمة تفضل مروى نعرف لديك إذافة أول حاجة نحب نرد على الأخ هو سرطان صحيح ولكن السرطان يتعالج نجم نعالجه ثانيا بالمناسبة هذه برنامجنا اسمه اسئل ولا حرج نحن نسئل أصحاب الفكر الإرهابي فاقيدي الإنسانية عليش ما تحرش أرض المقدس عليش ما تحرش بيت المقدس هي فلسطين عليش ما تحرش الجولين في سوريا الحبيبة اللي انتوما فيها طوي عليش معناها عليش تقتلوا فينا نحنا نحنا المسلمين عليش عملني لكم معناها أذوما ناس معناها ما نعاريش ناس تحب تدمرنا تحب تقتلنا ذيك الغاية الوحيدة اللي عندهم ثاني حاجة نحب نقول اللي قاعدة تحرق في مكتب تصل وتدمر في المعابد دمتاعنا يخي نحن نسئلكم يخي نتوما أكثر حسن على الخلفاء الرشيديين من الخلفاء الرشيديين من الخلفاء الرشيديين وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام منهم على الدين الإسلامي عليش هما خليهم عليش حضرهم عليش أنتم تدمروا فيهم طوي واضح أسأل لهم جدا من شابة وتلميذة تبرك الله معناها ترجع فينا الأمل أنه ما زالوا فهمة لهم ذا عندهم مستوى ثقافي وعندهم مستوى فكري مرموق ومتميز وما تخليناش نأيس من شبابنا أو من منظومتنا التربوية والتعليمية تفضل دكتور هو أولا تطرق لعديد المواضيع من بينها عدم تفتيش في الضمائر نعم فماش حد يعني يعتبر نفسه ضمير أعلى أو هو حارس لعقائد الناس ولو لم يكن مسلما يعني ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض جميعا وكان ربي سبحانه وتعالى شاءت قدرته أن نكون مختلفين في أدياننا لكم دينكم ولا يدين اعتبروا دين يعني فهذا الأمر يعني مضمون في الإسلام حرية المعتقد مضمونة في الإسلام وإلا ما قيمة ما قيمة الإيمان إذا كان الإيمان فعل يعني قصري كيف هي قيمة الإيمان في هذلك ثم يعني المأمون كانت تعقد المناظرات على شواطئ دجلة في عصره وكان يحضر فيها الدينيون والملاحدة والدهريون ويتناظرون مع فقه الإسلام وكانوا يدونون تلك المناظرات وكان ثراء فكري كبير ولم يتعرض لهم أحدنا بسوء كونه الخليفة العباسي السادس المهم كونه يعني من نسل العباس بن عبد المطلب عم النبي وحكم من سنة ثمانية وسبعتاش إلى سنة ثمانية وفعين الذي يعني الوضع الفكري والوضع يعني مساحة الحرية الفكرية وأن كل منهم يعني يعطي ما لديه من أطرحات ومن أفكار ولا يخشى عن نفسي أنه ستدركه طلقات غادرة في باب منزله فنحن وجدنا الاغتيار وجدنا التخريب ووجدنا يعني التكفير التكوين يامي خونك في الوطني ولا يزايد عليك الوطنية واللي هو عمره مشارك في عمل تطوعي ولا تبرع بالليم ولا تبرع بدم ولا تبرع بأعضاء للوطن وإلا يعني يزايد عليك في دينك وهو يعني تلقاه يعني معناها فنحن لسنا مطالبين بالتفتيش على الضمائر ولا تفتيش على أسرار الناس ولا أعراض عندها حرمتها فلعني ما جيش هو سيد عمر بخطاب عندما يعني تسلل البيت وراء الرجل يعني يشرب الخمر في بيته قال أخطأت قال حتى أنت أخطأت أنا في بيتي يعني ولم تستأذن ولم تدخل يعني من الباب وأنا استطرت بستر الله فهذا أمر ما يعنيكش فهذا يعني من كان منكم بلا خطيئة فالأرمي بحجر بالله السيد اللي شوف يروحه ملاك طاهر ورفله بجناحيه يعني يعني يعرفنا نفسه وكهو كله بنيادة مخطأ طال المسيح نعم يشكون اللي شوف يروحه نقي طاهر من الخطايا والذنوب يتفضل يا أخوي كيفاش كله بنيادة مخطأ أو خير خطأين التوبون والله سبحانه وتعالى شاءت هذه ما شاءته بشكون مختلفين في أفكارنا وفي مذاهبنا وفي ألواننا وفي لغاتنا وفي ألسنتنا كيفاش يعني هل خلاف هذا يعني هو اللي يقتت منه الإرهاب الخلافات هذه يقتت منها الإرهاب والإرهاب شنو ما يعني الذي يغذيه تغذي يعني الذخيرة الحية هي شبابنا وأرواحهم وأجسادهم ودماءهم هذا بنسبة للاختلاف والمفاهيم بنسبة للقدوة والتربية والتعليم دكتور ودورها جليل وعظيم في هذا المسأة للقدوة يجب أن يراجع أنفسنا يكون لكي ثقف والمعلم يخرجون في المسلسلات وفي العمال الدرامية يخرجون في صورة الكاركوس يكون يعني اللي يتطيح الهيبة متاع المربي يكون اللي يجعل الطفل الصغير قبل كيف تنديه تقوله تحب تخدم يقول تحب تخدم معلم تسمع منه مهن أخرى مع احترام من كل المهن لأنه وعليش وقت يرى اللي هو هذاك حقق ثروة بلا علم وبلا معرفة هو اللي يحب بالطفل الصغير يعني ينساق وراء هذا وقت يعني معرض الكتاب ملقوش فيه الأطفال وقت لأم تقرأ كما تفضلت بذكر لا تقرأ يعني وقت للكتاب يعني تتهديه بلاش الكتاب وتلقاه ملوح في المبعد في فاكل اللي يبيعوا في الحاجات القديمة فهذه الكل يعني كلها أسباب حقيقة كاملة هي لخلت الشباب هذا بطبيع الشباب الذين له دهي حماسة لابد من نذكروا بالرقم اللي أزرته الأجهزة الأممية ومنظمة الأمم المتحدة تربية وثقافة العلوم اليونسكو العربي يقرأ نصف صفحة في العام والإسرائيل يقرأ ثلاثة ومئتين صفحة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفاخر بأمة أمية نعم ولن يفاخر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمة مرضى لن يفاخر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمة مستشفياتها يعني المريض يبقى شهر وشهرين السنة بش هذا لو أكرمه الله بش يلقى سرير في المستشفى الرسول صلى الله عليه وسلم لن يباهي بأمة يعني بكثرة غثائية كثرة غثائية يعني قال له يا رسول الله من قلة يوم إذن نحن يا رسول الله قال لا كثير ولكن كغثاء السيء يعني مش تتدعى عليكم الأمم كما تتدعى الأكل على قصعتها كل حد ينهش فينا من ناحية فهذا الكل يعني دليل على ماذا دليل على قريح ومصالحات ثم كذلك إشارة تقصد يعني هي على المتاحف والتراث يعني الذي يدمر فهذا خلل يعني الصحابة عمرو بن العاص عندما فتح مصر ومعه كوكبة من خير الصحابة هل دمروا الهرمات هل دمروا خوفوا وخفرة هل دمروا يعني لم يحطوا شيئا بل تركوا مثل هذه الأمور موجودة وهذا الفقه لابد الإنسان يتعلم العلم الشرعي مش كل حد يقرأ كتاب يعتقد نفسه وفقه وعصلي ومتزمانه من القواعد التي نعرفها أن الحكم يدوره مع العل وجودا وعدما في عهد سيدنا إبراهيم عبدت الأصناع سيدنا إبراهيم في عهد سيدنا سليمان لم تعد لها قيمة فتعبدي يصبحت لها قيمة جمالية يصنعون له ما شاء من محارب ما شاء من محارب وتمثيل إذن الله سبحانه وتعالى امتنى على سيدنا سليمان بأن ساخر له الجان وتصنع له تزويق قصره بهذه التمثيل عندما عبدت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حطمها الرسول صلى الله عليه وسلم بربكم هل رأيتم الآن أحدا يعبدوا صخرة نس كل ولا عندها ولا تعبد في حاجة أخرى تعبد في الماء هذا هو الإله الحقيقي تعبد فيه ناس الآن لو كان يعني الناس تعبد الأصناع سوف يكون أول من يأخذ فأسه ويحطمها أما هذا ما عاش عندها قيمة يعني بالمعنى هذه فما قيمة تاريخية وقيمة تراثية وقيمة يعني مفهوم القيمة اللي عندنا اللي نرى أننا منيش منبتين أمة الحضارة هذه عندما تدمر وتباع بعد أن تشعروا بيعوا فيها يعني هذه تباع وتلقاها بعد في متاحف أخرى فهذا يكون متاحف عالمي نعم متاحف عالمي وربي أمر بأن نسير في الأرض ونرى عاقبة فرعون ونرى عاقبة المكذبين ونرى الناس ونرى التطور الفكري البشري والصخف البشري كيف كان إنسان يعبد في هذا وكان يعتقد كيف أن الإنسان لرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده هناك من يحرم على بنتي الدمية فرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في بيت النبوه كانت موجودة الدماء سيدة عاشة كانت تلعب وقالت وهنا اللعب وكانت عندي لعب نلعب بهم في داري بعض دخلين يقولك كيف ياشيخ هذه مش حرام اللعب هذه فهذه تتغير الأمور هذه ولا للأخر يقولك الكلب فسأ الرسول يقولك الكلب مكروه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما أحدهم زار أحد فقهاء القيروان قالوا أنت منتخذ كلب في بيتك قال لو عاش مالك في عصرنا لاتخذ أسدا لأن الفتوى تتغير مع الزمان والمكان وتتغير أخلاق الناس وقت تتغير أخلاق الناس تتغير مع الفتوى فالآن لا بد لهم أن يكونوا لصيقين بالواقع وتدمير الأصنام أشرنا إليه فلماذا دكتور تدمير الكتاب وقت لهذه الأمة في أوجها كانت تعطي لمن يترجم كتابا كتبه غير المسلم وزنه ذهبا لماذا ندمر الكتاب والمكتبات حتى نجد هذا الفقر الأخلاق وحتى نجد هذا الفقر المعرك لأن في عهد الخلفاء كان هناك مناظرات وكانت ترجمة لكتب اليونان ولكتب الفرص وللفلاسفة وهذا كل زاد كان ثراء ترقب الأمة وأصبحت أعظم أمبراطورية في ذلك العهد أما بثقافة المعاول وثقافة التدمير وثقافة التقديل هذه يعني بيش خلينا أضحوك أغاية الدين أنت حفوا شواربكم يا أمة نضحك شنو علاقة الدين عقيدة في الشعار اللي هي من أمور الهيئة اللي هي من أمور الهيئة أنا بعض الأخي سأتقول يا شيخ شبيك ما كش عامل لحي أعملت اللحي وقت لي كانت اللحي ممنوع كنت عامل لحي وعندي صور متاعي حتى في بطاقة طالب النجم يجيبه لكن عندما يعتقد للإنسان أن الرسول صلى الله نقول لك أنا حتى أبو جاهل وحتى المشركين كانوا يلبسوا في اللباس هذك ونقول لك كل هذه من أمور الهيئة حفوا الشوارب وعفوا اللي حاء حتى الرسول قال أن اليهود والنصارى اللي يسبغوا فخالفوه معناه ما يسبغ الشعر وخالف السنة ما هذا كله خلل في الأفهام واختصرنا الدين في شكليات ومظهريات واضح دكتور لأن طبعا الزمن وهذا أشرت له في بداية البرنامج لا يتسع لأن نتطرق لهذا الموضوع نرجو أن نكون حققنا نزر اليسير مما أردناه من تطرق الموضوع للإرهاب هذية طبعا باختلاف الأراب ناخد كلمة كلمة مختصرة وقصيرة نبدأ بالأستاذة حكيمة نعم تفضل نحب نعقب على حاجة سليم محمد بسرعة بخير الإنصاد على خطر ساعات الأساذة كي بديوا يقرأ كلم ذا يلاحظ تغيير مثلا أن واحد عمره 14-15 سنة يلاحظ تغيير في السلوك نجموا يختاروا موضوع ويعملوا خليط أنصات هذ كل واحد شنو يحكي باش نوجهوله ما صار متاعه في الطريق وحاجة أخ نعقب على أختي وعندو الحقي قالها خوفتني من كلمة السرطان لأنو يا مروة ما يقوله اللسان يقله القلب ويقرره القدر وعمرك ما تقول حاجات سلبية لأنو شفت هوا قدامك وقاعد قل لك أنا خفت فما بالنا احنا طوال اتفرجبين احنا عرش ولا اكثر ولا اقل اتوانس الكل والمسلمين الكل راهوا نتفائلوا خير رسولنا قالوا تفائلوا بالخير يتجدوه راهوا خلينا عندنا طاقة إيجابية باش النجم نتحملوا وباش النجم نزيد نجابوا إذا كان ربي مقدرنا ما ما زال ينزيدوا نكونوا إيجابيين ما نقولوش سرطان تونس لباس ولكلنا إن شاء الله الأمة الإسلامية كلها لباس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تضل أستاذ أنيس تعقبوا ونخدموا به الكلمة التي عندي رسالة نواجهها لكل شاب من الشباب أيضا التي اعتنقل الفكرية قل لي لطف الأقدار ما زال ما هزش سلاحة لو ليتونس نقول له حاسب نفسك راجع روحك من عام الفين ولا من عام فمانية وتسعين تخلي الفكرة بداية تسلل رسول السلام يقول سيكونوا منكم منفرين طرد توقف قدام أنت تعسب على الأساس منفر من الدين سبحان الله قصة نروح صارت نهارة الجمعة في منزل عبد الرحمن في جامعة الرذوان يرتقي في مدينة منزل عبد الرحمن في جامعة الرذوان الجمعة هذه الإمام الخطيب ارتقى المنبر وكان موضوع الخطبة على الأحداث قال استشهد بحسول الفرنسية كانت حاضرة في المسجد سبحان الله جاءت رفقة جارة لها ودخلت للمسجد حب تكتشف الأمر لم يطرقوش للجوانب العرضية هل يجوزلها بش تدخل ولا لا وهي ما زالت ما دخلتش للإسلام أما دخلت الشاهد دخلت المرأة للمسجد قال الإمام في الخطبة قال لن يريح رائحة الجنة من قرطة معاهد المعاهد هو الإنسان الذي يتخل تونس بالتأشيرة بينك وبين معاهد سياحة جاء للشفاء جاء يحوس يتسمى معاهد لا يجوز قتله لن يريح رائحة الجنة من قتلى معاهد جارتها فسرت لها الحديث دوب موفاة الخطبة سندي طفلة هذه سندي ولاد اسمها مريم وبعد الخطبة أسلمت وأعلمت شهادة متاحها صارت الواقعة نهار جمعة هذه شنو اللي يجلبها وشنو اللي يدعاها للإسلام يا هل ترى طلقة الرصاص ولا الرحمة والوسطية والاعتدال اللي لمستها في حديث سيدنا إن شاء الله ربي يرجحهم للجادة ندعيونهم إن شاء الله ربي يرجحهم للجادة محمد ومروى كلمة تفضل محمد شكرا أنا مرة أخرى نجدد فرحتي عليش على خاطر أنا نتبع في الطرف زي يستر بحكم وفهمت في قرائج وكل شيء ولكن نفرح نفرح مرة أخرى كنلقى الحضور مدكية حاجة أخرى رسالتي رسالتي اليوم ما احنا 12 مليون أكثر وفهمت لي مع تونس نخرج وخارجة كبيرة مسيرة ضخمة فها مليون مليون اللي هو اللي احنا رانا تونس كلما بعض هذي حاجة حاجة أخرى ما عاش توقع لأسألة ولكن وينو المجلس مجلس الأعلى لتاع وزارة الشؤون الدينية وينو المجلس الإسلامي الأعلى بعد ما وزارة شؤون الدينية ومجلس الإسلامي الأعلى وينو العلماء هذو ما لفتاهم معنى شحنا علماء في توف أنا حسب ما نتابع اللي العالم الفلاني يخذيه جيزة في تفاصيل الحديث معنى إذا وصل لتفاصيل الحديث وهو أفضل تونسي في تفاصيل الحديث يعني في القرآن والقراءات وغيره وينو احنا ملكية أين الشارع العلماء الملكية أخرجوا للعبيد ها وكذا علاش أنا نقول يخرجوا باش يوضحوا للعبيد الرأي الشرعي في هذا باش المواطن ما يتعطفش لأنه فما تعطف عن جهل واضح وهذا هو اللي معنتها نعم اللي طالب اللي طالب يعني تكسحة وحاجة أخرى نقول للشباب راو راو تونس تونس بيننا احنا هي اللي باش تقع دي مكوية باش تقع واشنقضوا يد واحدة إن شاء الله وإن شاء الله نكونوا لبناء قوية كما تفضل للدكتور في أول برنامج في بناء الأمة الإسلامية اللي نأمل أنها تكون في مصاف أرقى وأفضل للأمم مروا نختمو بيك وختامها مسك عايشك في ختام الحصة هذه نحب نشكركم ونشكر كل القائمين على هذا البرنامج على المجهود الجبار اللي تعاملوا فيه باشتفيدونا وتعلمونا ثانيا نحب نقول للإرهابيين لأننا نحن صامدون صامدون لا نهابوا الموت لا نخشى المحن ويكفينا فخرا كي بش نموتوا في البلدلية بش نموتوا في بطرابها وبش نموتوا كأبطال ورموز مش كيفكم وإن شاء الله إن شاء الله تونس تولي أحسن وأحسن وأحسن شكرا لك حقيقة كلام مؤثر نشكركم جزيلا الشكر مروى محمد الأستاذ نيس أيضا الأستاذ حكيمة دكتور إبراهيم على هل إذا فاتل القيمة كلمة طبعا من هو الذي أريد أن نختم به هو أولا دعوة رسالة إلى كل من لم تتلطق يداه بدم تونسيين وبدم الأبرياء سواء كان تونسيين أو غير تونسيين يعني كفانة قطرية وكفانة عصبية هذه من بين التمزيق والتذر والتجزي لحب يغرسها فينا أعداءنا فكل من لم تتلطق يداه بدم الأبرياء لابد أن يكون لديه قدرة لقراءة متأنية ولقراءة لابد أن يقوم بمراجعات لقراءة لهذا الفقه الذي يتبناه فقه جماعة العنف هذا لابد أن يراجع نفسه ويرى ماذا كسب وماذا خسر وهل ترى خدم الإسلام بهذا أم بهذا التصرف الأرعن سوف يتم تشويه كل الإسلام وكل التيارات الإسلامية مع تدل المتوسط متطرف كلها سوف توضع في سلة واحدة الأمر الآخر هو ثقافة السفينة البعض أراه إلى حد لحظة لا مبالي نقولها وهذه اختيرة كونه عدم لا مبالات بعض الناس ليس يبال لجواء السفر عنده ونهارة اللي تشعل البلاد سوف يغادر ويترك أهل البلاد في باهو كما يقال يقول اللي يراه كرة الثلج عندما تتدحرج يعني تكبر خلي هذه لقدر الله كرة نار تأكل الأخضر واليابس روح حتى حد ما وفي مأمن من هذا الوباء المستشري فالمطلوب كان ثقافة السفينة اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني القوم الذين هم في أعلى السفينة والذين هم في أسفل السفينة اللي في أعلى السفينة عندما طلبوا المال وقريق قالوا احنا نخرقوا خرق في السفينة ونجدوا المال قال إذا كان يخلوهم يعني وكل الثقب هذاك في السفينة بيش تغرق السفينة بالأعلى بالأسفل لو كان يعني يأخذوا على أيديهم نجو نجو جميعا فنحن نقول نرى نفس فينا واحدة حتى حد ما يصوروحه ناجي وحتى حد ما يصوروحه معفى من المسئولية يلزم كنا من خلوش السفينة تخل فإنها لو كان خرقت لقدر الله تغرق بالجميع ولا تستثني يعني برا ولا فاجرا ولا مسلما ولا غير مسلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه آخر آخر الأحزان وآخر ابتلاءات في هذا المضمار نعم أمين شكرا لك دكتور نجد ترحبنا بكم وشكرنا لكم أيضا نذكر بوسائل الاتصال للبرنامج إذا كانت حاب تضيف وشير وإذا كانت حاب تسأل وإذا كانت حاب تستفسر وإذا كانت حاب تقترحوا موضوع أو تحضروا معنا لإثراء الحوار والنقاش العنوان الإلكتروني اسأل التونيزا تيفي نقاط في الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة